بسم الله الرحمن الرحيم نتحدث الآن عن علاج أمراض الحنجرة علاج أمراض الصوت وطرق الوقاية منها موضوع مهم لماذا نصل إلى مشكلة في الحنجرة ونحتاج إلى علاجها لماذا لا نقي حناجرنا وأصواتنا من هذه المشاكل التي ذكر بعضها الوسائل المتوفرة لعلاج أي مرض من أمراض الصوت محدودة ولكنها مهمة ولها آثار كبيرة من أهمها ونبدأ به بعض النصائح والإرشادات المهمة للوقاية والعناية ولعلنا نتحدث عنها لاحقا وهي موضوع مهم وكبير ومقدور عليه في كثير من الحالات هناك بعض الحالات التي لا تحتاج إلى أي تدخل جراحي كل ما تحتاج إليه إلى تغيير في السلوك تعديل في سلوك المتحدث الخطيب المدرس المتكلم المنشد المغني محترف استخدام الصوت ما نسميه جلسات علاج الصوت الجلسات عالة أن تكون أسبوعية يتدرب فيها المريض مع المعالج مع الخبير على بعض الإرشادات بعض التمرينات بعض التدريبات على الطريقة المناسبة للتحكم في التنفس الطريقة المناسبة لإخراج الصوت الطرق المناسبة لحماية الحنجرة من بعض الآثار السلبية والتصرفات السلبية التي تؤدي إلى المشاكل في الصوت ولكن تظن هناك حالات يجب معها إحالة وتحوير المريض إلى جراح الصوت مثل لحميات أو سريرة الثنايا الصوتية خاصة الكبيرة مثل أكياس الثنايا الصوتية وغيرها وهذه أيضا لها دور مهم ويظل الجلسات لها أيضا لها مكان هناك حالات معينة تحتاج تدخل دوائي ينصح الطبيب وننصح بإعطاء أدوية من أشهرها ما شرحناه من ما نسميه ارتجاع أحماض المعدة إلى الحنجرة هذه الحالات تحتاج إعطاء المريض بالإضافة إلى نصائح مهمة أيضا بطريقة النوم والأكل وخلافه إلى بعض الأدوية المهمة دور هذه الأدوية هي تقليل إفراز الأحماض من المعدة فعندما تصل الاتجاع إلى الحنجرة تكون كمية الماء والمواد الحمضية قليلة ولا تؤثر كثيرا هي أدوية لها نعم قد تكون بعض الأثار السلبية لها لكن إذا أخذت لسنوات طويلة فهي أدوية آمنة بشكل كبير تأخذ لفترات معينة وبحسب وصفة الطبيب وتأخذ عادة قبل وجبات بساعة وفيها كثير من التفاصيل نأمل الرجوع إلى التزام بإرشادات الطبيب في هذه الحالات هذه الشريحة تبين وضعية الجراح أثناء إجراء العملية تلاحظون أن الجراح يستخدم جهاز تكبير مايكروسكوب ويستخدم كل تا يديه باستخدام السكين أو المقص أو خلافه يتعامل مع بعض الحالات تحتاج عناية كبيرة من الجراحين وبفضل الله عندنا الكثير من الجراحين المتميزين الذين يتعاملون مع هذه الحالات بحرفية نؤكد هنا أن دائما الوقاية خير من العلاج ولكن عندما تكون هناك مشاكل في الصوت تحتاج تدخلا سواء كان جراحيا أو غير جراحيا فهناك كثير من الخيارات العلاجية التي بإذن الله عند الالتزام بها ستتحسن ويتحسن الصوت في حالات كثيرة إلى هنا وصلنا معكم إلى نهاية حديثنا عن بعض وسائل علاج أمراض الصوت أو أمراض الحنجرة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة